السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الأحد السادس عشر من شهر أكتوبر تشرين الأول الفين واثنين وعشرين جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا نبدأ أصدقائي بالخبر الأول الذي تتكلم عنه الصحافة الألمانية ترغب وزارة الصحة دعم العيادات الطبية بالمال مقابل إعطائهم مواعيد سريعة للناس وللمرضى وقال وزير الصحة السيد لوطبخ أنه سوف يخصص للعيادات الطبية إذا أعطوا موعدا لمريد جديد أو لشخص جديد خمستاشر يورو لكل موعد سريع كان الأطباء يحصلون على عشر يورو لكل شخص جديد يعطوه موعد أصدقائي الآن سوف يتم تخصيص خمستاشر يورو هذا الأمر من أجل تشجيع الأطباء والعيادات الطبية وإعطائهم مواعيد سريعة أصدقائي نعلم أن كثير من الناس لا يحصلون على مواعيد سريعة عند الأطباء ومرات يكون الموعد بعيدا جدا ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو في بعض الأحيان سنة دافع وزير العمل السيد هايل وهو من حزب اسبيد الاشتراكي على الانتيازات التي يحصل عليها اللاجئون الأوكرانيون في ألمانيا معلوم أن الأوكرانيون لا يقدمون طلب اللجوء في ألمانيا يأتون إلى ألمانيا ويدهبون مباشرة إلى مكتب الهجرة أوسلاند بيهرد للتسجيل وبعدها مباشرة يحصلون على الإقامة في ألمانيا وأيضا مباشرة على مساعدة جوب سنتر وتأمين صحي وحق التعلم الألمانية إضافة إلى حق العمل وقال وزير العمل السيد هايل أن هذا الأمر جيد جدا حسب رأيه وبرر الأمر بما يلي حيث قال الناس يهربون من الحرب الرهيبة التي أشعلها بوتين وقال هذه الامتيازات للأوكرانيين جاءت بعد اتفاق لدول الاتحاد الأوروبي وأنه لن يغيرها حزب تسي دي او المعارض خصوصا رئيسه السيد ميرتس اتهم قبل أيام بعض اللاجئين الأوكرانيين باستغلال الأمر والقدوم إلى ألمانيا من أجل الحصول على مساعدات وعمل سياحة اجتماعية هنا في ألمانيا وبعدها العودة إلى أوكرانيا رئيس اتحاد المجالس البلدية في ألمانيا وهو أيضا من حزب تسي دي او المعارض حذر من أن حصول اللاجئين الأوكرانيين على دعم مباشر من الجوب سنتر دون المرور عبر مساطر تقديم طلب اللجوء هو أمر خاطئ وسوف يؤدي إلى زيادة الهجرة بشكل كبير نحو ألمانيا نعلم أصدقائي بأن سكان أوكرانيا يتجاوز الأربعون مليون أو الأربعة وأربعون مليون نسمة وأن 11 مليون أوكراني غادروا أوكرانيا بسبب الحرب وأن الآن في ألمانيا يعيشوا مليون أوكراني ولذلك بعض السياسيين ينتقدون ما تقوم به الحكومة الألمانية من أن الأوكرانيين يحصلون مباشرة وبسرعة على مساعدة جوب سنتر وعلى دعم مالي وقالوا ويقولون المعارضين لهذا الأمر يقولون أن هذا الأمر إذا انتشر في أوروبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوف يجعل عدد كبير من الأوكرانيين الذين يعيشون الآن كلاجئين في بولندا في هنغاريا في بلغاريا في رومانيا في تشيك أو في لتوانيا إلى آخره وغيرها من دول أوروبا الشرقية التي لا يحصلون فيها على مساعدات مالية كبيرة أن يأتون بأعداد مليونية هائلة إلى ألمانيا وألمانيا لن تستطيع تحمل عدد كبير من الناس إذا جاءوا كلهم في فترة قصيرة وهذا الأمر سوف يخلق جو من عدم الترحاب في ألمانيا نمر أصدقائي إلى موضوع آخر مستشار ألمانيا السيد شولتس لا يكفيه عدد الدول المنضوية الآن تحت الاتحاد الأوروبي ويطلب برفع الدول وزيادتها إلى 27 30 أو حتى 36 دولة وقال مستشار ألمانيا السيد شولتس بأن عدد الدول يجب هو يطلب برفعها وتوسع دول الاتحاد الأوروبي نحو شرق أوروبا وهو يرى بأن هذا الأمر مكسب كبير لأوروبا لأن أوروبا أيضا أو الاتحاد الأوروبي سوف يزداد عدد سكانها وسوف يصل إلى 500 مليون نسمة وطالب بضم أوكرانيا مولدافيا ودول غرب البلقان يعني سربيا ألبانيا إلى آخره وأيضا إيجاد صيغة لضم جورجيا هذا الأمر من أجل تقوية اقتصاد هذه الدول وكي يبعدها من سيطرة الروسية هذا الأمر تعارضه أحزاب ودول متعددة في أوروبا وتقول ضم دول فقيرة وضعيفة اقتصاديا سوف يؤثر ويضعف الاتحاد الأوروبي وسوف يزيد الميزانية التي تدفعها الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادات هذه الدول وسوف يزيد هجرة سكان ومواطني دول شرق أوروبا إلى دول أوروبا الغربية لذلك مجموعة أيضا من المحللين يقولون يجب خلق شراكات اقتصادية لتقوية اقتصادات دول شرق أوروبا وبعد ذلك التفكير بضمها إلى الاتحاد الأوروبي حضر رئيس حلف الناتو العسكري الذي توجد فيه أمريكا ألمانيا فرنسا بريطانيا إلى آخره والذي يدعم أوكرانيا بالعتاد وبالسلاح وبالمال حضر من تأزم الوضع الذي تعرفه الحرب في أوكرانيا وقال أننا نعيش في مرحلة خطيرة للغاية وأعرب عن قلقه من أن تقوم روسيا باستعمال السلاح النووي وأكد أن رد دول حلف الناطو سيكون صارما على روسيا وقال حرب نووية لا يمكن أن يكسبها أي طرف من الأطراف وقال روسيا تعلم أنها لو لجأت إلى استعمال السلاح النووي فسوف يخسر الكل وقال بأن لو قامت روسيا باستعمال سلاح نووي حتى لو كان صغيرا من السلاح النووي الاستراتيجي فإن حلف الناطو لن يسكت وسوف يرد لكن رفض أن يقول كيف سيكون رد حلف الناطو على روسيا نعلم بأن حلف الناطو سبق وقال وأكد بأن لو قامت روسيا باستعمال سلاح نووي حتى لو كان استراتيجيا فإن حلف الناطو لن يستعمل سلاحا نوويا ضد روسيا إنما سيكون هناك رد صارم على روسيا كثير من المحللين يتوقعون بأن يقوم في تلك الفترة حلف الناطو بمد أوكرانيا بسلاح جد متطور وأسلحة هجومية يمكن أن تصل أيضا إلى العمق الروسي وأن تقوم أوكرانيا بحصولها على سواريخ بعيدة المدى وطائرات جد جد متطورة يمكن أن تقوم بذلك الوقت أوكرانيا بقصف مدن روسية متعددة داخل العمق الروسي لذلك هم يحدرون روسيا بأن تقوم بضربة نووية ضد أوكرانيا وأيضا طلب رئيس حلف الناطو وقال بأنه يتمنى بأن يلجأ الطرفين إلى اتفاق سلمي يرضي جميع الطرفين وتتوقف من خلاله الحرب وقال بأن أوكرانيا لا يجب أن تستسلم وهم سوف يدعمون أوكرانيا لأن هذا الأمر يهدد أوكرانيا من أن تختفي من خارطة العالم نمر إلى آخر موضوع عن فرنسا فرنسا تدخل منعطفا خطيرا بسبب إضراب العمال في مصافي التكرير المطالبين برفع الأجور وتحسين وضعهم الاجتماعي هذا الأمر أدى إلى نقص حاد بمادة البنزين والديزل وحصول ازدحام كبير وتوابير طويلة للسيارات التي لا تجدوا وقودا وقررت النقابة العمالية لعمال مصافي التكرير الخروج بمظاهرات ضد الغلاء الفاحش في فرنسا وتعرف فرنسا زيادة الغضب الشديد من سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون وتتهمه بأنه هو السبب الذي أدى إلى وصول فرنسا إلى أزمة كبيرة في الطاقة وأيضا ارتفاع الغلاء المعيشي الكبير الذي تعرفه فرنسا وأيضا ارتفاع انفلاتسيون التي هي أصدقائي التضخم إذن فرنسا تعيش شتاء صعبا خريفا صعبا والكل يقول بأن فرنسا ستعيش شتاء ساخنا من المظاهرات أصدقائي كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا وأوروبا والعالم شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء